السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم خالد بوزان في فيديو جديد عنا اليوم الدرس رقم 11 من كورسل C1C2 وعنوان درسنا اليوم يعني تأثير غازات الاحتباس الحراري على درجة حرارة الأرض وهذا الجزء اليوم هو الجزء الثالث والأخير من هالنص من هالموضوع وفي الحلقة القادمة رح ننتقل لموضوع جديد إذن عنا نحن هون فوق مكتوب الدرس رقم 11 من كورسل C1C2 والجزء الثالث والجزء الثالث والجزء الثالث العنوان الرئيسي للنص كان إنه تسكليما فإندا تسيش المناخ يتغير وعنوان نصنا اليوم يعني التأثير لغازات الاحتباس الحراري على درجة حرارة الأرض كالعادي رح أرهلكم النص باللغة الألمانية وبعدم ننتقل للترجمة والشارح وبعدم نحن شوف شرح المفرادات obwohl die Treibhausgase mengenmäßig kaum ins Gewicht fallen ist ihre Wirkung erheblich ohne die natürlicherweise vorkommenden Treibhausgase wäre ein Leben auf unserem Planeten gar nicht möglich statt einer globalen Erdmitteltemperatur von ca. plus 5 Grad Celsius wie wir sie heute messen würde eine mittlere Temperatur von etwa minus 18 Grad Celsius auf der Erde zu verzeichnen sein durch die Zunahme der Treibhausgaskonzentrationen kommt es jedoch zu einer Verstärkung des natürlichen Treibhauseffektes und zu einem Anstieg der bodennahen Temperatur Die Durchschnittstemperatur der Erdoberfläche stieg in den letzten 100 Jahren um etwa 0,5 Grad Celsius an Der natürliche Treibhauseffekt ist lebensnotwendig seine Verstärkung durch den Menschen gibt Anlass zur Sorge Jede Veränderung eines Klimafaktors kann über vielseitige Wechselwirkungen zu weitreichenden und raschen Änderungen im gesamten Klimasystem führen Da die Ökosysteme und auch unsere Zivilisation an die derzeitigen Klimabedingungen angepasst sind können solche Änderungen unabsehbare Folgen haben Obwohl die Treibhausgase mengenmäßig die Menge die Menge kaum ins Gewicht fallen das ist die Menge kaum ins Gewicht fallen شديد وفيكم التأثير فشو المقصود بها الجملة نحن بنعرف انه الغلاف الجوي مشكل بشكل رئيسي من غازين رئيسيين اللي هن الأكسجين والنيتروجين وهدول نسبتهم يعني بشكلوا تقريبا 97% من نسبة الغازات الموجودة اصلا في الغلاف الجوي فالتخايب هوس كعزة يعني غازات الاحتباس بالحراري من حيث الكمية بالاخير هنلا يشكلوا يعني اقل من 2-3% من الغازات الموجودة في الغلاف الجوي ومع ذلك فتأثيرا وممكن اللغة ت platinum أو رأسين هدل ماصود بهل جملة انو مغنمًا奥 يعني من حيث الكامية ا journals غازات الموجودة الشكل طبيعي ومستع recognized فالتاثيران سهن هوا حبان الموجودة الخززات الاحتباس الحراري شوفوا إش تعملنا frameworks خارجي تعملنا ال jag Beautإ سبع فهوف ييمكن البدحت فيه حيات، ولا يمكنChrسام النا authoritiesعلى و Pv سيئ. إذا كنت البدير، ولة تنẹть تغريب عليها حيات. فهاتabs طبيعة آخيات القبيلة الظلم آخيات الص armpiber. إذن شدت يعني بدلاً من أخذناهن أنا جلوبالاً أرد متل تمبراتور أنا جلوبال عالمي عدت معنا لوكال و جلوبال في نصوص سابقة أرد متل تمبراتور درجة حرارة أرض متوسطة شوفوا هالكلمة من ألفين وثلاث كلمات أرد يعني جاء من الأرض ومثل يعني متوسط وتمبراتور درجة حرارة إذن بدلاً من درجة حرارة أرض عالمية جلوبال بمقدار فن تساكا حوالي هيقلنا بتلفظ شو تساكا اختصارة لكلمة تساكا بلوس زائد فنف شوفون شو منقرها فنف كغات هاي الدويرة يعني كغات درجة وتساكي يعني تسالزيوس وحدة قياس درجة الحرارة إذن فبدلاً من أن تكون درجة حرارة الأرض العالمية بمقدار حوالي خمس درجات زائد خمسي würde eine mittlere Temperatur شوفون جانا على الكونيكتف 2 للفراضيات würde eine mittlere Temperatur von etwa minus 18 Grad Celsius auf der Erde zu verzeichnen sein إذن لكانت درجة متوسطة في هذا يعني متلغة متوسطة Temperatur درجة حرارة متوسطة von etwa يعني تقريباً بمقدار حوالي بمقدار minus ناقص 18 درجة 18 Grad لنهي الدويرة 1 Grad رح أكتب لكم بشرح المفردات مكتوبة شرحة وتسي يعني تسالزيوس auf der Erde على الأرض zu verzeichnen sein يعني يمكن تسجيلها verzeichnen يسجل فشو صار معنى الجملة شوفوا الجملة بلشت بكلمة شتت فهذا يعني معنى الجملة أنه بدلاً من النقيس كما نفعل حالياً درجة حرارة أرض متوسطة بمقدار 5 درجات يعني لو لو وجود هذه الغازات الاحتباس الحراري موجودة بشكل طبيعي لكانت درجة حرارة الأرض ناقص 18 درجة مئوية يعني أبرد بكثير إذن هي غازات الاحتباس الحراري إلا كمان وظيفة طبيعية رئيسية يعني بتحمينها بالأخير من البرودة الشديدة ولكن هلا راح نشوف هلا الجملة التالية درجة تسونام دا تخايبهاوس كونسنتراتيون عن طريق ازدياد دي تسونام ازدياد التسونام هي النوم من تسونام يزداد قلنا أو يزداد وزنا ولكن هم بمعنى ازدياد درجة تسونام عن طريق ازدياد دا تخايبهاوس كونسنتراتيون شوفوا كلمة كتير طويلة ولكن هم مؤلفة مثلت كلمات راح نفكفوكها كالعادة تخايبهاوس يعني بيت الزجاجي أو الاحتباس الحراري المصد فيهون تخايبهاوس كونسنتراتيون انتسو اينم انشتيك وإلى ارتفاع من الفعل انشتيغن دا بودنان تم خطوع لدرجة حرارة يعني الأرض القريبة من الأرض بودنان يعني القريبة من الأرض إذن وظيفة غازات الاحتباس الحراري بشكل طبيعي هي أنه ترفع درجة حرارة الأرض يعني متوسط درجة حرارة الأرض هي هلأ خمسة بدل من أن تكون ناقص 18 ولكن ازدياد تركيز هالغازات اللي شفناها في النص السابق لأن عن طريق الإنسان الإنتاج الصناعي الاقتصاد الزراعي الحيواني هالأشياء كل اللي عبتأدي شو للاحتراقات اللي عم نعملها نحن السيارات العوادم المعامل عبتأدي لارتفاع تركيز هالغازات وبالتالي دوش تي تسونا مدية تخيبهاوس كونسنتراتيون تخيبهاوس كونسنتراتيون إذن عن طريق ازدياد تركيز هالغازات عن الحد الطبيعي كونسنتراتيون يؤدي هذا إلى تقوية لتقوية يعني الوظيفة الطبيعية اللي بالعادة بتكون بالطبيعة بدون تأثير الإنسان الاحتباس الحراري وإلى ارتفاع درجة حرارة القريبة من الأرض بتمنى يكون صار معنا الجملة هيك واضح ننتقل للجملة التالية درجة الحرارة المتوسطة يعني المتوسط يعني حتى المتوسط الحسابي في علم الرياضيات درجة الحرارة المتوسطة لسطح الكرة الأرضية عدت معناها الكلمة ارتفعت شوفوا هون عنا في آخر جملة ان إذن هو فعل قابل للفصل صار عدة معنا كتير شوفوا تركيب يرتفع بمقدار حفظوها التركيب جدا جدا مهم صار عدة معنا كتير دائما لما نتحدث عن العداد نستعمله إذن شتيك الفعل طبعا هون استعملنا الفعل قابل الفصل في الزمن الماضي شتيك اندين لتستن هندات ياغن ارتفعت بالسنوات المئة الأخيرة اندين لتستن ام اتفع بمقدار حوالي 0.5 درجات سلزيوس 0.5 سلزيوس إذن متوسط درجة حرارة الأرض أو سطح الأرض ارتفع في آخر مئة سنة بمقدار 0.5 درجة سلزيوس طبعا قد يبدو لنا هذا الرقم يعني صغير ولكن هو يزو تأثير كبير كتير لأنه بدوب السليج في الأقطاب وبارتفع مستوى سطح البحر ومئة عامل يبيتلوا عملية ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض دي ناتوري التخايب هاوس إذن التأثير الطبيعي ناتوري الطبيعي طبعا ناتوري هي صفة من دي ناتور الطبيعة تخايب هاوس تأثير الاحتباس الحراري إست لبنس نوت هو ضروري للحياة إذن موضوع وجود غازات الاحتباس الحراري أو تأثير الاحتباس الحراري الطبيعي بدون تأثير الإنسان قبل ما يجي الإنسان ويزيد نسبة هالغازات بشكل كبير التأثير الطبيعي هو ضروري للحياة في الأصلا إذن هاي الغازات ما يموجود عبسا في غلاف الجو الأرضي ولكن لما كانت عم تشتغل بشكل طبيعي وبتراكيز محددة قبل ما يدي الإنسان لزيادته فكانت وظيفة ضروري للحياة تأثير الإحتباس الحراري زينا عائد العالمين التخيبهوز إفكت يعني زينا فرشتاكم تقويته دوش دن منش عن طريق الإنسان جيبت أنلص لزواج هو باعث على القلق جيدة فإندرون كل تغيير eines klimafaktors اللي عامل من عوامل المناخ klimafaktor اللي 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 عدت معنا هالكلمة kann يمكن فيلزايتغ لنا فيلزايتغ متنوه عدت معنا في النص السابق kann فيلزايتغ wechsel wirkungen شوفوا الwechsel wirkungen wirkungen التأثير wirkungen جمع التأثيرات وwechsel يعني التغير أو التبدل فالwechsel wirkungen هي التأثيرات المتبادلة يعني لما بزداد شغلة بتخرب شغلة تانية بترجع للشغلة الأولى إذن التأثيرات المتبادلة شغلتين بيأسروا على بعضهم أو أكتر من شغلة بيأسروا على بعضهم بشكل متبادل wechsel wirkungen zu weit weichenden كمان هالتركيب مهم جدا نحفظوه weichend يعني زو مدى بعيد زو مدى كبير weichend weichend يعني من الفعل weichend يصل إلى إذن تصل إلى مدى بعيد يعني معناها زو مدى بعيد زو مدى كبير und wechend مثل عدت معنا أن دغون تغييرات مجزامت كليما سيستيم فورن يمكن تؤدي إلى تغييرات في جميع جزامت جميع كل الكليما سيستيم النظام المناخي فشو صار معنا الجملة يدفى أن دغون كل تغيير في عامل من عوامل المناخ يمكن أن يؤدي يمكن أن يؤدي عن طريق تأثيرات متبادلة متنوعة أن يؤدي إلى تغييرات طويلة المدى والسريعة ونرغش نندعون في كل مجزام كليما سيستيم النظام المناخي فورن إذن يمكن يختل هذا النظام المناخي بسرعة ده دي أكو سيستيم حيث أن الأنظمة الحيوية إذن أكو سيستيم أنظمة حيوية يعني مثلا منطقة نظام حيوي نباتات مثلا البحر يمكن يكون نظام حيوي مثلا فيهو الماء فيهو الحيوانات فيهو النباتات فيهو الشمس اللي بتضرب عليه بتأدي التبخور وهالأشياء وعملية التركيب الضوئي هذا منسمي أكو سيستيم دا دي أكو سيستيم ونط أخ نظر زيباليساتيون وكزاليك ونط أخ نظر زيباليساتيون حضارتنا دي زيباليساتيون عدت معنا أن تكون هكذا تغيبا زولش اندغون هكذا زولش اندغون اعطيتكم اياك الاسمال اشارة يمكن ان يكون لها النتائج او تبعات لا يمكن يعني لا يمكن التكهن بها يمكن ان لا يحمد عقباها فالفولجن هي النتائج او التبعات طبعا بتجي كمان بمعنى بس هون يعني غير واردة يعني بتجي كمان بمعنى كمان الحلقة بنقول ديت سفايت فولك ديت غير فولك الحلقة الثانية والثالثة من المسلسل مثلا اتمنى يكون النص والشرح يكون ترجمة صارت واضحة في كتير من الكلمات اليوم تكررت معنا من نفس النص لذلك شرح المفردات شوي اقصر من العادة لانه ما ننكرر الكلمات اللي عدت معنا في هذا النص بننتقل لشرح المفردات دي او سفير كونج التأثير او التداعي دي او سفير كونج جمع التأثيرات دي اع تيمبخاتور درجة حرارة الارض مغنميسي قلنا من حيث الكامية وقلنا دي مغة يعني الكامية كامية الشيء دي مغة ان وسا كامية الماء مثلا قوم بالكاد انس جوشت فالن قلنا كتير ترقیب مهم انس جوشت فالن يعني يكون زا وزن قوم انس جوشت فالن يعني بالكاد يكون زا وزن اهبليش قلنا جسيم كبير عظيم ناتوريشا فيزر يعني بشكل طبيعي شوفوا في كتير من الصفات لما بتنتهي بفايزر يعني قلنا بشكل ناتوريشا فيزر بشكل طبيعي جاي من الناتور دي نتور الطبيعة دي بلانيت الكوكب جا نشت موكليش ليس ممكنا ابدا نشت نافي ادات نافي و جا نشت ليس ابدا اذا بالمطلق جا نشت و موكليش ممكن فصارت جا نشت موكليش ليس ممكنا ابدا تساكا لنا هي اختصار تكتب هكذا تساكا نقطة وهي في الحقيقة كلمة كاملة هيك شكلة تساكا تلفز يعني بمعنى تقريبا او حوالي بلوس فنف قاد سيلزيوس متل ما شفناها بالنص هلا حون حطيت لكم ياها كتابيا شان نعرف كيف نلفظة بلوس و فنف هو العدد والدويرة هي القاد الدرجة والس هي رمز للسيلزيوس فصار معناها زائد خمس درجات سيلزيوس او مئوية احيانا بنقول باللغة العربية تمييزا عن الفحر نهاية اللي بيستعملوه في امريكا كوحدة لقياس درجة الحرارة مسن يعني يقيس و يقيس بمعنى يقيس مثلا ضغط الدم مثلا دين بلوت دروك مسن او دي تمبخاتور مسن يقيس درجة الحرارة فعملية القياس اذا المسن هي دي مسون كمان النوم من منا كمان ممكن نحفظها متلاغة هون طبعا مصرفة متلاغة يعني متوسطة دي تمبخاتور درجة الحرارة عدت معنا كتير فتسايشن انه يسجل يسجل يعني درجة حرارة أو ضغط أو رقم فتسايشن بنستعمل كتير للأعداد دي تسونة من الازدياد و قلنا جاي من الفعل تسونة من يزداد دي فاشتاكن التقوية و قلنا جاي من الفعل فاشتاكن يقوي دي أنشتيك الارتفاع والفعل منه أنشتيك يرتفع بودن نا قريب من الأرض مؤلفة من كلمتين بودن الأرض و نا يعني قريب فصارت قريبة من الأرض دي دويش نتقولنا المتوسط و يستعمل كمان يعني متل بمعنى المتوسط الحسابي برياضيات أنشتيك أم يرتفع بمقدار شوفوا هون دي أنشتيك النومن هون أنشتيك أم يرتفع بمقدار تركيب كمان مع حرف نصب من تركيب الأفعال مع الأحرف أخدناها في كورس البيت سوى لبنس نوتواندش ضروري للحياة يعني لا يمكن الاستغناء عنه للعيش نوتواندش شوفوا نوتواندش يعني ضروري جاي من النوتواندشكايت الضرورة و لبنس نوتواندش جاي من الليبن الحياة فصارت ضروري للحياة صفا أنلست زوجة جيم إن هيك شكل التركيب وتركيب مهم جدا إذن يعطي باعثا للقلق أو على القلق إذن الأنلس هو الباعث أو السبب الزوغة الزوغة هي القلق و جايبن صو زوغة جايبن إنها يعطي باعثا للقلق دي وكسل فيكم إنها التأثيرات المتبادلة فيتغايشن ذات مدى بعيد دي إيكو سيستيم إنها الأنظمة الحيوية و دي سيفليزاتسيون جاي من الحضارة دي زا منش سيفليزيات هذا الإنسان متحضر داتسايتش الحالية في هذا الزمن في هذا الوقت دي كليما بدينغن الشروط المناخية البدينغن هي الشروط و داس كليما إنها المناخ إن أبزيبة لا يمكن توقعه و عكسه أبزيبة يمكن توقعه و دي فولغن قلنا النتائج أو التبعات مفرده ها دي فولغ يعني المفرد منه و قلنا إلى معنى تاني كمان الفولغن نستعمل كتير للحلقات المسلسلات مثلا دي أست فولغن دي تصويت فولغن الحلقة الأولى الحلقة التانية هيك منكون أنهينا كمان هذا النص عن المناخ أتمنى تكون استفدتوا من هذا المناخ طبعا هاي النصوص مهمة جدا إن امتحانات ممكن تدرسوا لكل هالامتحانات هالنصوص و كمان تتعمق وتتعلموا اللغة الألمانية إلي رجاء كمان عنكم إن تحاولوا نشر هالدروس بين رفقاتكم و أصدقائكم اللي عبدوا درسوا اللغة الألمانية لحد لن أنا بستغرب لما بعض الطلاب تكتب لي تعليق يعني باليوتيوب بتقلي أنه أنا من جديد لا اكتشفت قناتك وصلي سنتينة بدرس اللغة الألمانية وياريت مكتشفة من زمان فأنا أتمنى أنه تصل على الأقل لكل الناس هالدروس يسمعوا أنه فيه هيك دروس بعدين كل شخص طبعا حسب ما يرتاح نفسيا مع أي أستاذ بيحب يدرس وفي ختام هذا الدرس لكم مني أطيب الثمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته